أول على نفسك في دكتور مود مع الدكتورة نادية النشار على 108 آف أم أنت، أيوة أنت، اسم الإشارة المخاطب، خاطب نفسك وبص في مرايتك الداخلية وحاول أنك تشوف نفسك، أنت الفاعل، ولست فقط المفعول به ممكن ساعات تبقى المفعول به، لكن لغاية ما تصحى وتقرر أنت لوحدك، اللي تعرف الفرحة والألم، منين جه؟ وإمتى جه؟ وإزاي مشي؟ أو فضل وممشيش؟ أنت بس اللي تعرف مين اللي علمك؟ وإيه اللي علمك؟ وإيه اللي ألمك؟ ورقبت ده كتير جداً وتكلمت مع نفسك كتير، استمر ورائب الفرحة والألم، المرائبة هي المعلم المؤثر الكبير وكل ما استطعت أن أنت تكون أنت المرائب لنفسك كان حضورك وقرارك وتطورك وتغييرك للأفضل، أفضل بكتير جداً من عدم مرائبتك لنفسك أنت في الفاصل ده كلمة السر أنت في الخفاء، وحدك تعلم من أنت في الخفاء، أنت وحدك تعلم ما تشعر به ولا تخبر به أحداً أنت تعلم ما تشعر به في الخفاء، قد لا تستطيع التعبير عما يدور في قلبك أو أحياناً لا تستطيع توصيفه قد تغضب جداً ولا تعلم أنك لست في موقف غضب، أنت في موقف غيرة قد تهتم جداً وتعتقد أنك محب، لكنك خائف كلما عرفت ما في مشاعرك من مشاعر وأحسيس في الخفاء ونجحت في هذا التوصيف الدقيق، هتفهم وترحم نفسك من التورط في مشاعر لا ترضيك الخفاء الذي تعرفه عن مواقفك وسلوكياتك ماذا تفعل وتخفيه، ماذا تشعر وتخفيه، خير أو شر ماذا تخفيه ويخالف القيم أو يخالف القانون أو يخالفهما معاً ماذا فعلت حين فعلت وكان المهم أن لا يراك أحد ماذا كان وماذا تنوي أن يكون أنت فقط تعرف خفائك، خيراً كان أم شراً راجعه ولا تخبر به أحداً المهم أنك تقيم وتصوب ما يحدث في الخفاء كلما استطعت الخفاء سر الخفاء سر لا يطلع عليه إلا أنت وهكذا أنت وحدك في مواقف كتير جداً لا يكون فيها إلا أنت وحدك ثم حين ترتد عليك الأفعال والنتائج تعلم أنك وحدك ولا يهم أن تخبر أحداً المهم أنك تعلم أنك تعلم خفائك جيداً خيراً أم شراً راجع راقب قيم صوب خفائك كلما استطعت أنت نكمل من أنت بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر